فمعنا دلوقتي نجم من نجوم النادي الاهلي الحقيقة مر على النادي الاهلي مهاجمين كتير جدا كان لهم بصمة ولكن يبقى المهاجم اللي حنسمع صوت دلوقتي من علامات المهاجمين واللي الناس الحقيقة وجماهير النادي الاهلي اتعلقت بيها بشكل كبير جدا معنا ومعاكم فليكس فليكس من غانا فليكس نحن جدًا بأنك تتعلمنا هنا في الاهلي كيف حالك يا أبي؟ صباح كيف يا كابتن؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا فليكس إحنا سعداء أكلمك عربي ولا انجليزي يا فليكس؟ شوية شوية طب شوية 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 إحنا طبعا سعداء بوجودك معنا هنا في قناة النادي الاهلي ويحنا بشكل كبير لأنك تتعلمنا هنا في الاهلي الفيديو بمعاكم بشكل كبير أولاً كيف حالك؟ كيف حالك؟ أمي بخير شوية جزيزيو 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 أمي بشكل كبير أمي بشكل كبير طبعا فليكس بيقول أن يمكن فريق ميدياما يعني الناس ما تعرفوش كتير لكن الفريق عنده عناصر جيدة جدا فريق مقاوية عنده بعض الإمكانيات اللي ممكن يعني يستغلها لكن في الآخر النادي الأهلي كمان قادر على الفوز فليكس كما تعرفون الأهلي سوف يبدأ النادي الأفريقان ماهذا مهمة لأهلي عن هذه المنزل كما تعرفون كما تعرفون بالأهلي كما تعرفون كما تعرفون كما تعرفون كما تعرفون المنزل في الفوز كما تعرفون كما تعرفون كما تعرفون لأن أهلي كما تعرفون كما تعرفون كما تعرفون هل لا يزيد ليس لهم كما تعرفون أهلي كما تعرفون كما تعرفون السوبر الأفريقي دائما ودائما البطولة الأفريقية هامة لعيب النادي الأهلي وأنه كمان حيبقى سعيد كمان لو النادي الأهلي فاز في هذه المباراة بكرة أمام ميدياما الغاني فليكس I just want to talk about your memories you have a lot of memories here with الاهلي club tell us about this memory some of your memory here in الاهلي my memory is when we play against Zamalik and we beat Zamalik and they never they don't play again and they see the field that was my greatest memory I always remember because playing against Zamalik is always a memory for me and I score against another side one of my memorable goals and I can never never forget about that playing beside Osam Hassan is one of the legends of Egypt is one of my greatest memory and playing with Hany Ramsey also I like him very much and I I hope one day I'm going to meet you and say salam alikum to him thank you thank you فليكس طبعا فليكس بيقول عنده ذكرات كبيرة جدا وكتيرة جدا في النادي الأهلي ودايما ذكرات متعلقة بالنادي الزمالك وأنه أحرز هدف في نادر السيد وكمان على مستوى اللاعبين اللي بيحبهم جدا وليم معهم الكابتن حسام حسن وطبعا أنا يشرفني طبعا فليكس أن أنا أكون وتواجد ونشوف بعد قريب إن شاء الله طيب عايزين نرجع معاك فريق مدياما الغاني what about the strong point in the team of Midyama and what the weak point of this team Midyama they are a normal club they don't have superstars they don't have like Ali have superstars Midyama is the normal club their weakest point is their defense they cannot stand pressure when you give them a lot of pressure they cannot stand pressure and they will lose a lot of goals they don't score a lot of goals also they cannot score more than two goals so I believe playing against Ali this time around if Ali give a lot of pressure they put pressure to Midyama I think they are going to win a lot of goals tomorrow okay طبعا فليكس بيقول إن يمكن فريق مدياما ما فيهوش نجوم كبيرة على مستوى نجوم النادي الأهلي وبيقول إنه كمان نسبة إحرازهم للأهداف بتكون مش نسبة كبيرة وبيقول إن النادي الأهلي لو مارس الضغط العالي والضغط بقوة على فريق مدياما ممكن جدا يكون عنده فرصة للفوز بشكل كبير أعطي to the coach of this team the coach of this team in press conference he just say we go to Egypt and we're going to not to lose against الأهلي what do you when a coach say he's not going to win but I hope he has to say I'm going to win against Ali هذا هو أنه يجب أن يكون له قد رعلاً لكن عندما يقولون أنه ينبغي إنه ينبغي مرحباً ينبغي المرحب ونبغي المنزل وفعله أكيد أنه لا ينبغي لأيضا إذا أعني إذا أعطت عليك الكثير من عبادة في العبادة سوف ينبغي وإنكد تخلص ما قلت ينبغي أكثر من عبادة في العام والجام صحيح؟ نعم أعطي قد رأس في العبادة سوف يضغط وقوم بشكل كافي سيكون لن تأكد أمور العلاج سيضع أمور بعض مفيدات وقوم بشكل كافي وقوم بشكل كافي وقوم بشكل كافي وقوم بشكل كافي إذا كان إلا أسفل سأشعر أمور العلاج سيضع أمور وإلا ألقا طبعا أنا سألت فيلكس على التصريح اللي قاله المدير الفني الفريق من ياما الغاني وقال إنه إحنا رحيين مصر ومش حنخسر من النادي الأهلي قلت تعليق فليكس أو رأيه في الموضوع ده فقال هو الحقيقة كان ممكن يقول أن احنا هنحاول بقدر الإمكان أن احنا نعمل نتيجة إيجابية لكن أنه هو الفصل أن احنا مش هنخسر من نادي الأهلي ده ممكن بيحط شوية ضغط على لعبته وبيكرر تاني فليكس أن في حالة ضغط النادي الأهلي بقوة على هذا الفريق ممكن يكون عندنا الحقيقة فرصة كبيرة جدا جدا للفوز بازيل مبارا فليكس أريد أن تحدث معك عن العبارة في غانا بالنسبة للمساعدة ليست جيداً وقد تغييرها. المماركة في غانا كمساعدتها. ما تفكرت عن هذا؟ المساعدة تغييرها في غانا. ما تتحدث عنها؟ وإذا كان هناك بعض الأكادمية لديهم أكثر من أكادمين إلى أوروبا؟ أخبرني عن المساعدة في غانا. ما تفكرت عن هذا فلوغة في غانا الآن؟ المعاركة في غانا لديهم مكتوبين لديهم أكثر من المعاركة لديهم لديهم أكثر من أجهلeria في غانادها تعيشون الكتاب من عفرب لنمجمياً كنت تفكروا الاشتراكات في غانا كتابة ومعوا في نبال المعاركة في أجلل تصبح أكثر من أجهل لديهم أكثر من أهاده موسيقى طبعا أنا سألت فليكس الخريطة على مستوى الغانة على مستوى الدور الغاني الحقيقة فيها تغييرات كبيرة جدا جدا وحنشوف محضراتكم كمان البنية الأساسية اللي بيتلايب عليها الدور الغاني بنية أساسية متواضعة للغاية سألت فليكس على اختفاء الأندية الكبيرة زي أشانتي الغاني غير متواجد عندهم أزمات مالية كثيرة جدا جدا وأي لعيم مميز الحياة كان يخرج ويحاول يروح الأفريقيا طبعا على رأسهم النادي الآلي أو بيطلع لأوروبا فليكس شكرا لك على أن نتعرف معنا ونحن نتظر في أن رأيتك أريد أخير صعر رأيتك أفريقيا من رأيتك أحبني لهم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا